تخيل كده معايا ان فيلم الرعب بلاك اوت كان ساعده الشرطة في حل لغز قضية غمضة جدا والاغرب من ده كله ان الجاني ارتكب الواقع وهو اساسا بيد عن مصرح الجريمة هحكي لك القصة بالتفصيل وبشكل مختصر تبعها معايا للنهاية القصة بتبدأ مع الزوجين ادوارد شيرمن وزوجته ايلين بصراحة كده بدأ احياه غلط من البداية بمعنى ان هما اتفعوا قبل الجواز ان كل واحد يعمل علاقات غرامية او اي حاجة تانية زي ما هو عايز محدش فيهم يحاسب التاني وتم التراضي ما بينهم على الاتفاق ده وكملوا حياتهم بشكل طبيعي المهم انه في يوم من الايام كان عمل ادوارد علاقة مع صديقته نانسي ولسوق الحظ ان هي اصبحت حامل منه وبعد فترة التسع شهور كانت انجابت ولد وساعتها العلاقة اصبحت قوية جدا ما بين ادوارد ونانسي واصبح ميال لها اكتر من زوجته الاحداث دي كلها خلت ايلين تدائق جدا من حياتها الزوجية مع ادوارد وطلبت منه حاجة من اتنين يا اما يطلقها ويديها كل الحقوق بتاعتها وحضانة البنت ويسيب لها البيت يا اما الحل التاني انه هو يقطع علاقته بنانسي تماما وينسى موضوع الخلفة اللي ما بينهم وقتها ادوارد ما كانش عارف يختار مين فيهم من ناحية هو بيحب بنانسي وعايز يتجوزها رسمي بسبب موضوع الطفل اللي انجابه والناحية التانية لو طلق ايلين هيخسر البيت وحاجات ما يديه كتير ساعتها قال زوجته احنا متفقين من البداية ان كل واحد حر في حياته يعمل اللي هو عايزه من علاقاته وغيره فقالت له انا مليش دعوة انا رجعت في الاتفاق ده واللي انا عندي قلته لك خلاص وليك حرية الاختيار في اللي هتعمله ومن هنا بدأت المشاكل الزوجية تكتر ما بينهم ادوارد ما كانش عارف يتصرف ازاي وطول الوقت حاسس بدهشة وحيرة ساعتها كان حضر فيلم اسمه بلاك اوت وكان البطل فيه بيتخلص من زوجته بطريقة زكية جدا لدرجة ان المحققين اللي في الفيلم ما قدروش يحدده هويته ابدا وعاش البطل حياته بشكل طبيعي جدا من غير ما يتقبض عليه نهائي ومن هنا ادوارد قرر ان هو ينفذ نفس الاحداث اللي في الفيلم هي هي لكن المرة دي كانت على ارض الواقع باختصار انهى حياة زوجته ايلين وبعد كده جرادها من كل الملابس بتاعتها وراح جاب ملابسها الداخلية ولفها حوالين الرقبة وهنا يعني بيضل للشرطة بحس تشك ان الجريمة فيه وراها علاقة غير شرعية المهم شغل التكيف على اعلى درجة من البرودة والحتة دي هتساعد في عملية البطء بتاعت تحليل الجسمان بحس يعني لما يهرب محدش يشك فيه ابدا ويبان قدام الشرطة يعني والناس كلها انه كان مسافر او في مكان بعيد وطبعا درجة البرودة هتخلي نتيجة الطب الشرعي ما تطلعش مزبوطة او بدقة عالية وفعلا الشرطة ما اخدتش بالها من الحكاية دي ابدا نسيت اقولك ان ادوارد بعد ما عمل الكلام ده كله كان راح عند بيت صديقه واتفق مع انه هم يطلعوا رحلة صيد وهيبات عنده في اليوم ده كمان طلب منه انه هو يتصل بزوجته علشان يتطمن عليها طبعا اول ما اتصل بيها جرس ومحدش بيرد عليه لانه هو انهى حياتها قبل ما يمشي المهم كان بيمثل انه هو بيكلمها بحيث يعني صديقه ما يشكش في اي حاجة ابدا وفيما بعد العشرطة طلبت شهادته يقولهم انه فعلا ادوارد كان موجود معاه في اليوم ده وكمان اتصل بزوجته قدام منه وتخيل كده معايا انه الصدفة هنا هتلعب دور مهم جدا باختصار بنت صديقة ادوارد الصغيرة كانت رفعت سماعة التليفون من القضة التانية وسمعته هو بيكلم نفسه وما فيش حد بيرد عليه نهائي وبالرغم انها كانت طفلة صغيرة الا انها ادركت ان المكالمة دي مزيفة وفيه وراها سر كبير لكن ايه هو ما كانتش تعرفه كمان ما جابتش سيرة لأي حد ابدا المهم ادوارد كان خلاص سافر للرحلة بتاعت الصيد هو وصحبه بعدها بحوالي يومين كانت تصل بواحدة صديقة ايلن وقال لها انه هو بيرن عليها ومش بترد عليه ابدا وطلب منها انها تروح البيت عنده وضروري انها تتطمن عليها وهيرجع يكلمها مرة تانية وبالفعل الساة دي رحت عند المنزل وساعتها لقت الباب مفتوح بعد ما دخلت وفاد للتناد على ايلن كانت اكتشفت جثمانها على الارض طبعا جت لها حالة جديدة من الخوف وجاريت فورا اتصلت بالشرطة علشان تبلغهم بكل الاحداث دي ساعتها تحركت عمليات البحث علشان يحققوا في القضية وخد بالك هنا ان غالبا النوع ده من القضايا بيكون الزوج هو المتهم الاول لحين اثبات برقته لكن ازاي الشرطة هتتهم ادوارد وهو مسافر للرحلة بتاعت الصيد بشهادة الناس والجران وحتى صديقه اللي طلع مع الرحلة ومن هنا هيتم استبعاده من دايرة الاتهام بشكل مباشر وبدأت الشرطة في رفع البصمات من كل حتة موجودة في البيت الغريب ان مفيش اي بصمات لشخص غريب دخل المكان دا ابدا وكل البصمات للزوجين ادوارد وإلم بس كمان مفيش اي حاجة متكسرة ولا اي اثار لعنف ولا حتى فيه اي حاجة تسرقت او غبت من مكانها ومن هنا اصبح الموضوع فيه لغز غامض وبدأت المحققين تحس بالحيرة والدهشة فحل لغز القضية دي بالتحديد المهم بعد ما عملوا كل اللي عليهم كانوا خلاص قفلوا الموضوع دا بشكل نهائي وفات حوالي 6 او 7 سنين وهنا بدأت ادلة جديدة تظهر في القضية وبدأ الموضوع يتفتح من جديد باختصار ادوارد كان ادى نسخة بتاعة الفيلم اللي هو بلاك اوت لوحد من اصدقائه ونصحوا يحضر الفيلم دا ضروري لانه بيحكي عن جريمة اتل تم تنفذها بطريقة زكية جدا والشرط نفسها مقدرش تحدد هويته ولا عارفوا اي معلومات عنه الفكرة هنا ان صديق ادوارد بدأ يشك فيه من طريقة كلامه واعجابه شديد بزكاء المجرم ساعتها فكر يعرض نسخة الفيلم دا على الشرطة يمكن تساعدهم في حل اللغز بتاع القضية بتاعة ايلين او حتى يوصلوا المعلومات جديدة لما الشرطة حضرت النسخة كانوا اخذوا بالهم من حكاية التكيف وقالوا ازاي احنا مخدناش بالنا من الموضوع دا وساعتها جابوا التقرير بتاع الطب الشرعي وقروا مرة تانية من جديد النتيجة بتقول ان الوفاة حصلت يوم الحد وساعتها نقصوا منهم 48 ساعة قبل الوقعة علشان البرودة اللي كانت موجودة في القوضة فالحسابات هنا بتقول ان اصل الوفاة كانت حصلت يوم الجمعة وفي نفس اليوم دا كان ادوارد موجود لسه في البيت لسه يعني ما سافرش ومن هنا تم اتهامه في القضية بشكل مباشر اثناء التحقيق معاه كانت البنت اللي رفعت السماعة من القوضة قالت لولدها ان ادوارد كان بيكلم نفسه وما كانش في حد بيرد عليه ابدا ما فيش اي حد معاه على الخط نهائي ساعتها بلغوا كل المعلومات دي له الشرطة ومن هنا ما كانش فيه اي مفر ليه من الجريمة تم تحديد جلسة للمحاكمة وقتها القاضي كان حاكم عليه بخمسين سنة سجن الغريب ان ادوارد طول الوقت كان بينكر ان هو تخلص من زوجته والحد اخر لحظة في حياته ما اعترفش ابدا بارتكاب الجريمة ولا اقر حتى ان هو اللي عمل فيها كده واغلب الاوقات كان بيقول ان هو مظلوم وان هو بيحبها جدا ويستحيل يعمل فيها حاجة زي كده طبعا هو ما عادش الخمسين سنة في السجن لان هو توفى بعد الحبس بحوالي ثلاث سنين فقط بسبب ازمة قلبية جات له الله اعلم اذا كان هو اللي قتلها ولا لا لحد هنا الفيديو انتهى قلنا رأيك في التعليقات تفتكر هو فعلا قتلها ولا هو مظلوم فعلا لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك واشترك في القناة وتابع كل جديد انا بقدمه ان شاء الله الفيديوهات الجاية هتكون عن سلسلة غموض او الظاهر الغمضة اخر حاجة بس شارك المحتوعة لشان القناة تكبر بيك واقدر استمر معاك الفتر اللي جاية وما تنساش اهم حاجة رأيك في التعليقات دلوقتي النهاردة حكينا الفيديو في حوالي 8 دقايق علشان الناس اللي بتطلب مننا ان احنا نزود الوقت بتاع الفيديو ولو كملت معايا لحد هنا ياريت تعرفني في التعليقات سلام